هذه أبرز العناوين ولد رقراقي يتجه لضم مدافع جديد للمنتخب المغربي هذا ما ظهر في مكالمة رقراقي مع حمد الله تشافي يستنجد بنجم مغربي جديد لتعزيز صفوف برشلونة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله بس تكون أول واحدك تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس وليد رقراقي يتجه لضم مدافعين جديد للمنتخب المغربي بإصابة جواد اليميق الأخيرة والسمرار غياب نيف أكرد عن الملاعب بداعي الإصابة كذلك أطبح الناخب الوطني وليد رقراقي مجبرا على البحث عن بداء الأخرى في خط الدفاع قبل انطلاق المونديال وفي هذا الصدد أكدت تقارير إعلامي بأن وليد رقراقي مدرب المنتخب المغربي سيتواصل قريبا مع المدافع الشاب إسماعي القندوس المحترف في صفوف نادي سانجل وزل بلجيكي حيث أكد موقع العربي الجديد أن الناخب الوطني يتجه لضم هذا المدافع إلى المنتخب الوطني وضفت ذات المصادر بأن إسماعي القندوس البالغ من العمر 24 عاما أصبح مرشحا بشكل كبير للمشاركة ورفقة المنتخب المغربية في كأس العالم قطر 2022 خصوصا إن تأكد غياب جواد اليميق ونيف أكرد أو واحد منهما والجدير بالذكر أن المنتخب المغربي يتوفر على أسماء أخرى في خط الدفاع بإمكانها تعويض هذه الغيابات وعلى سبيل المثال الحصر بضربانون ويونس عبد الحميد فضلا عن غانم سيس وأشرف ديري مصدر هذا الخبر ما أربع وعشرون بريس هذا ما ضار في مكالمة راقراكي مع حمد الله سارع وليد راقراكي مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم للاتصال بعبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي تمهيدا لضمه لمنتخب الأصود الذي سيشارك في كأس العالم التي ستحتضنها دولة قطر بداية من العشر من شهر نوامبر المقبل وحتى الثامن عشر من شهر دجنبير وكشفت يوميات الصباح في عددها ليوم الأربع أن راقراكي اضطر للاتصال بحمد الله من أجل تدويب الخلاف بينهما على هامش تجاهله في المباراتين الوديتين التي نخضهم المنتخب الوطني أمام التشيل والباركواي وشددت الصحيف دائما أن اتصال راقراكي بحمد الله أعطى إشارة إيجابية حول عودة الجلاد المغربي لمنتخب الأصود بعد أن غاب عن لائحته منذ 2019 بالسبب مغادرته تشمع المنتخب الوطني في مراكوش حينما كان يدربه الفرنسي هيرفيرينار وحسب معطيات المصدر ذاته فإن راقراكي اضطر للإستنجاد بحمد الله بعد اقتناهه بضعف مستوى ينسب الهند لعب أدنسبورا التركي خلال المبارات التي شارك فيها أمام الباركواي وعدم مجارته لمستوى باقي لعبي المنتخب المغربي تشافي هيرنانديز يستنجد بنجم مغربي جديد للتعزيز صفوف برشلونة ذكرت تقارير إسباني أن اللاعب المغربي شادر يضعب برشلونة باء سيلتحق اليوم الجمعة بتداريب الفريق الكتالوني الأول تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز هذا وأفدت صحيفة ريليفو الإسباني بأن البالغ من العمر 19 عاما سيتدرب اليوم الجمعة مع الفريق الأول لبرشلونة مع وجود إمكانية الاستدعاء أهدا من القائمة التي ستواجه سيلتافيغو الأحد المقبل لحساب الجولة التامنة من الدورة الإسبانية وظهر شادر يضبي مستوى جيد مع الفريق الثاني لبرشلونة وقد ينال فرصة اللاعب مع الفريق الأول بسبب الإصابات التي لحقت بالمدافعين الأساسيين كان أخرهم الدانيمارك أندرياس كريسنسن يذكر أن النادي برشلونة جدد عقد شادر ياض في يوليوز الماضي إلى غاية 2024 وذلك بطلب من إدارة التقنية بمن فيهم المدرب تشافي هيرنانديز الذي رفض خروجه معارا إلى أساسونة بسبب إمكانية استدائه لسد الفراغ الذي ستتركه إصابة بعض المدافعين على مدار الموسم الحالي إعلامي مصري يستفيز المغاربة بسبب السراع المغربي الجزائري على كان 2025 في خارجة إعلامية غير موفقة قال الإعلامي المصري ماهير جنينة والذي يصف نفسه بأنه خبير في شؤون كرة القدم الإفريقية قال أن ترشح المغرب لاحتضان كأس إفريقية للأمامة التي أعلن الاتحاد الإفريقي في صحبها من غينيا جاء مباشرة بعد رغبة رئيس الكاف باطريس موتسيبي في دعم ترشح الجزائر لاحتضان البطولة واتهم جنينة في مقابلة تلفزيوني المغرب قائلا أن المملكة المغربية بعدما علمت بصحب الكان من غينيا ومنحها للجزائر دخلت على الخط مباشرة وقال الإعلامي المصري هناك عضو في المكتب التنفيذي هو المتحكم وبقوة في دوالب الكاف حتى لدرجة أنه يصف بأنه أقوى رجل في الاتحاد القاري وتبع المتحدث وفق موقع البطولة أن هذا الشخص يريد تنظيم كأس إفريقية 2025 في بلده ويعمل كل ما في وسعه لمساعدة بلده وله دور كبير في الاتحاد الإفريقي وأضف ماهير هذا العضو قام بالتدخل شخصيا لتعضيل بعض القوانين الداخلية للكاف لإبعاد التونسي طريق بوشماوي مقابل حصول ممثلة تونس في الكاف على منصب أفضل داخل الاتحاد ومنصب لدى الفيفا وتبع جنينا سيكون سرعا قويا بين المغرب والجزائر لتنظيم هذا الحدث وأتمنى أن تقدم مصر ملف فتر الشعاهية الأخرى لأننا جاهزين بعدما نضمن كأس إفريقية 2019 وكانت تنظيمها رائعا بشهادة العالم والقارة الإفريقية نجمين بارزين على رادار ريغراقي قبل المونديال سيجري المدرب المنتخب المغربي وليد ريغراقي جولة في عدة دول أوروبية من أجل متابعة أداء لعب أصود الأطلس المحترفين في أندية القارة العجوز عن قرب قبل الحسم مستقبلا في قائمة منتخب المغرب التي ستشارك في نهائية كأس العالم قطر 2022 بعدما أوقعت القرعة في مجموعة تضم منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا وقبل أن يختار وليد ريغراقي قائمته المقبلة للمونديال كشف موقع العربي الجديد على معلومات من مصدر داخل الضقم الفني العامي مع ريغراقي تؤكد أن الأخير معجب كثيرا بلاعبين في صحوف المنتخب المغرب الأولمبي ويتعلق الأمر بإسماعيل سيباري لعب أيندهوفن الهولندي وبلا الخنوس لعب جينيكا البلجيكي وكان المدرب وليد ريغراقي قدمت تنائي سيباري والخنوس إلى تدريبات المنتخب المغرب الأول مؤخرا داخل مركز محمد السادس لكرة القدم قبل سفر المنتخب المغربي لخوض مبارتين والديتين أمام تشيل والبارغواي في إسبانيا ورغم عدم مرافقة التنائية المذكورة للمنتخب المغربي الأول في رحلة الأخيرة إلى إسبانيا وبقائهما برفقة المنتخب الأولمبي المغربي تحت إشراف المدير المغربي حسين عموت إلا أن حضود إسماعيل سيباري وبلا الخنوس بدأت تكبر من أجل الوجود مع الجيل الذي سيخوض منافسة بطولة المونديال إشبيليا يفسخ وارتباطه بلوبيتيغي قررت إدارة الندي إشبيليا الإسباني فسخة عقدها مع المدرب جونيا لوبيتيغي بسبب سوء النتائج وتظهور موسا والفريق الأندلوسي لينهي بذلك حقبة روبيتيغي التي استمرت لثلاث سنوات وحقق فريق إشبيليا بداية سيئة للغاية في الدور الإسباني بعد مرور سبع جوالة على انطلاق الليغا حيث تحصل الفريق على خمس نقاط فقط ليحتل المركز السابع عشر في سربورة الترتيب اشتركوا في القناة